اشتركوا في القناة معتزليا فجمع بين ظلالة الاعتزال وظلالة الرفض ألف كتابا في الإمامة وعقائد الرافضة وسماه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة وطرح فيه شبهات وحمل فيه على الصحابة ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية وأتى فيه على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي وهدم بنيانه من القوائد وكتاب منهاج السنة من أعظم الكتب في الرد على الشيعة لكن نحن في هذه الحلقة لسنا بصدد ردود ابن تيميا رحمه الله على ابن المطهر الحلي لكن فقط سنعرضه بماذا وصف ابن تيميا كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر ووصف به ابن المطهر الحلي نفسه وهل ابن المطهر المطهر الحلي خليق بالطهارة أم سيعطيه اسما آخر يقول ابن تيميا رحمه الله في منهاج السنة النبوية في الجزء الأول في صفحة واحد وعشرون يقول وهذا المصنف أي ابن المطهر الحلي وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة وهو خليق بأن يسمى منهاج الندمة أي كان أولى بابن المطهر الحلي أن يسمى كتابه منهاج الندمة وليس منهاج الكرامة كما أن من ادعى الطهارة لأن المصنف يسمي نفسه ابن المطهر وهذا ما يعنيه ابن تيميا بكلامه كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق فابن المطهر الحلي هو من أهل الجبت والطاغوت والنفاق كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير لأنه يسمي نفسه ابن المطهر الحلي وكان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير أي كان أولى بابن المطهر الحلي أن يسمي نفسه بابن المنجس وليس بابن المطهر وهذا ما قاله الصفادي صراحة في كتابه في ترجمته لابن تيميا هذا أمامنا كتاب الوافي بالوفيات للصفادي في الجزء السابع في الطبعة الأولى في صفحة 13 يقول وسمعته أي سمع ابن تيميا وسمعته يقول ابن المنجس يريد ابن المطهر الحلي يريد ابن المطهر الحلي فابن المطهر الحلي هو ابن المنجس الحلي لنرى بماذا وصفه ابن تيميا أيضا في كتابه هذا أمامنا كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيميا لابن تيميا في الجزء السابع في الجزء السابع صفحة 291 يقول ومن العجب ومن العجب أن هذا الحمار الرافض أن هذا الحمار الرافض يقصده ابن المطهر الحلي عفوا ابن المنجس الحلي الذي هو أحمر من عقلاء اليهود الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا فمن المطهر الحلي كالحمار يحمل أصفارا والعامة معضورون والعامة معضورون في قولهم الرافض حمار اليهودي الرافض حمار اليهودي وذلك أن عقلاء اليهود يعلمون أن هذا ممتنع عقلا وشرعا وأن هذا كما يقال خر عليهم السقف من تحتهم فيقال لا عقل ولا قرآن ثم يذكر بعض ضلالات هذا ابن المنجس الحلي يقول وكذلك كون علي أميرا على درية آدم كلهم لأن ابن المطهر يقول أن علي أميرا على درية آدم كلهم وابن التعمية يرد عليه وإنما ولد بعد موت آدم بألوف السنين أي علي جاء بعد ألوف من السنين بعد آدم فكيف يكون أميرا على درية آدم كله وأن يكون أميرا على الأنبياء لأنهم يقولون أن علي أمير على جميع الأنبياء وأن يكون أميرا على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه في الزمان والمرتبة في الزمان والمرتبة بينما هذا الضال كغيره من الرافضة يقولون أن علي أفضل من جميع الأنبياء والرسل وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون أن الأنبياء كانوا يستفدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء الذي وجد بعد محمد بنحو ستمائة سنة فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة إذن ابن تيمياء يبين بعض ضلالات ابن المنجس الحلي ثم يقول ثم إن هذا الحمار الرافدي يصفه بالحمار يصف ابن المنجس الحلي بالحمار الرافدي يقول وهو صريح في الباب فهل يكون هذا حج عند أحد من أولي الألباب أو يحتج بهذا من يستحق فهل ما قاله ابن تيمياء رحمه الله ووصف به ابن المطهر الحلي عفوا ابن المنجس الحلي في مكانه أم لا يناسبه أم لا هل يحق لابن تيمياء أن يسميه بابن المنجس أو أن يسميه بحمار الرافدة وهل هو من السب المباح نترك أحد علماء الرافدة يجيب على هذا السؤال حتى نكون منصفين في الحكم هذا أمامنا كتاب السرائر الحاول لتحرير الفتاوي لابن إدريس الحلي في الجزء السادس بصفحة 282 يقول وقول القائل للمسلم أي إذا قال المسلم لمسلم وقول القائل للمسلم أنت خسيس أو وضيع أنت خسيس أو وضيع أو أنت رقيع أو ندل أو ساقط أو بخيل أو بخس أو كلب أو خنزير أو حمار أو حمار ونحن سبقا ورأينا ابن تيمية رحمه الله يسف بن المنجس الحلي بالحمار وأنه حمار الرافدة نكمل أو طور أو مصخ وما أشبه ذلك يوجب التعذير يوجب التعذير والتأديب وليس فيه حد محدود أي كل ما قال لمسلم أنت خسيس أو وضيع أو ندل أو ساقط أو حتى بخيل أو بخس أو كلب أو خنزير أو حمار يجب تأديبه ويوجب التعذير والآن نأتي لموضع الشاهد لما وصف ابن تيمية ابن المنجس الحلي بالحمار وهل يجب التعذير والتأديب يقول ابن دريس الحلي فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق وابن تيمية رحمه الله بيّن أن ابن المنجس الحلي كان على ضلال فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم يجب لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفاف به مأجورا فابن تيمية رحمه الله لما وصف ابن المنجس الحلي وقال عنه حمار فابن المنجس يستحق هذا القول ولما استخف ابن تيمية بهذا ابن المنجس كان باستخفاف به مأجورا فجز الله ابن تيمية خيرا في رده على ابن المنجس الحلي وتبيان ضلال هذا الحمار الرافض كما قرأنا في كتاب ابن تيمية رحمه الله فالفائدة من هذا هو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد التنفير منه أراد التنفير من ابن المطاهر الحلي من ابن المنجس الحلي وبيان أن هذا اللقب الذي اشتهر به أنه ابن المطاهر ليس في موضعه وأن معتقد ابن المطاهر قائم على أعظم النجاسة وهي القدح في خيار المؤمنين المهاجرين والأنصار كما أن كتابه في الإمامة هو كتاب الندامة وليس كتاب الكرامة ومن وقف على ضلالات هذا الكتاب عالم حاله وحال مؤلفه وفساد منهج الرافضة ستجدون بعض هذه الوثائق على المنتدى وعلى الأنستغرام لاحقا لمن أراد الاحتفاظ بها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة